ولكن هل من الممكن أن نرى استقالات من أعضاء الاتحاد؟ طيب أنا تواصلت مع عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم المصري بنفسي يعني اتكلمت معاهم المعلومة الوحيدة المؤكدة بالنسبة لي هي أن كابتن حزم إمام تناقش مع أحد الأعضاء في أنه عايز ومصر على تقديم استقالته والبعد عن الجو العام في كرة القدم علشان هو شايف أن العمل العام في الرياضة بالنسبة له صعب جدا وأنه هو محدش شايف المجهود الكبير اللي كابتن حزم كان بيعمله فهو يعني يتمنى أن الاستقالة بتاعته تقبل كابتن حزم الوحيد في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي فكر في الاستقالة ومش فكر هو مازال مصرا على الاستقالة حتى اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضراتكو فيها دي أو قبل بخش يعني طيب بقية أعضاء الاتحاد بقية أعضاء الاتحاد ما عندهمش مشكلة في حاجة يقولك أنا شفت شغلي زي ما هو مكتوف في البيان كده يقولك أنا شفت شغلي شغلي إداري على الرغم من أن فينا واحد إدارية كتيرة جدا نقدر نتكلم أن هي ليست صحيحة فأنا شفت شغلي قبل البطولة وأثناء البطولة وده كلام اللي ظهر فيه البيان اللي قاله